على طريق الوساطة يزور الرئيس التركي العاصمة الأوكرانية التي تعيش أجواء سياسية ساخنة رغم برودة أجوائها فأنقرة التي تربطها بكل من موسكو وكييف علاقات متشعبة تسعى لإنهاء التوتر القائم بينهما لأن الحرب إن وقعت ستضر بكل المنطقة حسب ما تقول سأجري زيارة الأوكرانية والرئيس الروسي بوتين سيزور تركيا خلال الشهر الجاري كل همنا هو حل المشكلة بين أوكرانيا وروسيا لا نريد مثل هذه الحرب بينهما التي يتم الحديث عنها طوال الوقت هذا تطور لا يبشر بالخير للمنطقة نحن كعضو في حلف النيتو أيضا لا نريد مثل هذا الشيء ولا نقبله آمل أن نحل هذا الأمر بالسلام وتسعى أنقرة لعقد قمة تجمع الرئيسين الروسي فلادمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلنسكي في تركيا للاعب دور الوساطة قبل حدوث شرارة مواجهة بينهما الهدف الرئيس لتركيا من هذه الوساطة حسب مراقبين هو الحفاظ على مصالحها مع البلدين وحتى لا تضطر للاختيار بينهما إذا حدثت المواجهة فتحسر طرفا لصالح الآخر فأنقرة تعلن التزامها بالتزاماتها في إطار حلف الناتو الذي تحمل عضويته ولكنها تربطها علاقات استراتيجية مع روسيا العدو اللدود للناتو من جهة ومع أوكرانيا التي تسعى لنيل عضويته من جهة أخرى لتركيا علاقات مهمة مع كل من روسيا وأوكرانيا ولديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية وعسكرية معهما ومن هنا تسعى للحفاظ على هذه المصالح وتسعى لخلق ظروف تحميها وتمنع تضرورها وكونها عضو في الناتو فهذا يعزز من قدرتها على الوساطة لأنها تنقل وجهة نظر الناتو أيضا للجانب الروسي تدرك أنقرة حسب مراقبين بأن المعادلة معقدة وتصعب مساعيها للوساطة وهي في نفس الوقت تحاول إمساك العصى من الوسط في هذه الأزمة لتحافظ على مصالحها مع كل الأطراف علاقات مصبحات الغد إسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر